السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث حول العلاج بالصيام اليوم نتكلم عن تأتي الصيام على الأمراض المناعية الذاتية الأمراض المناعية الذاتية أمراض العصر الحديث أمراض الحذارة وأمراض تتعلق بنامات العيش هذه الأمراض هو أن الجسم ينتج مضادة تتوجه ضده ويقتل الجسم يقتل نفسه بنفسه ثم هذه المضادات على مستوى الأعضاء تصيب الجلد وتصيب الدم أو تصيب المفاصل ربما تصيب الغداء التارقية كذلك من هذه الأمراض مرض بهجة فتخرج مرض بهجة فرمضان أو الذين يتعالجون أو يصومون خارج رمضان فالصيام في رمضان وخارج رمضان هو فرصة لعلاج هذه الأمراض المناعية الذاتية لأنه من العوامل القوية التي تؤثر على الأمراض المناعية الذاتية هذه النصائح التي قدمنا هي موجهة للذين لديهم أمراض مزمينة وعلى رأسها هذه الأمراض المناعية فأن يتبعوا هذه الطريقة الذين لديهم أمراض المناعية ذاتية أول شيء يجب أن يقوموا بحصة حجامة فهي إجبارية أن تكون عند طبيب أو عند عيادات الترويذ فلأن الحجامة تسوي كثير من الأشياء على الأعضاء على مستوى الأعضاء وتسوي كذلك الدم ثم القيام بالرياضة وهي عامل إجباري ولو كان الشخص موسين ولا يقدر على الحركة أن يستعين بعكاز ويتحرك يوميا لكي يحس بتحسن ثم الصيام الطريقة التي تكلمنا عنها أن يفتر الناس على مرحلتين أن يشربوا لتر وربع من الماء وأن يأخذوا معه بروبوليس أكبر أو بروبوليس أن يأخذوا مع هذا الماء بروبوليس على شكل كبسولات أن يكون معه ماء دافئ هذا في الأول عند الإفطار أن يأخذوا هذه الأشياء ثم أن ينتظروا أربعين دقيقة ثم أن يكملوا الفطور وأن تكون وجبة الفطور وجبة طبيعية فنمنوع زيوت المائدة بجامع أنواعها زيت الصوية أو زيت الناخل أو زيت الفوت السوداني أو زيت نوار الشمس كذلك ممنوع المضافات الغذائية وممنوع جميع المعور المصنعة لأن فيها مضافات غذائية ممنوع المحليات لأن فيها محليات وملونات ومنكيات وملح صيني وهذه هي المضافات الغذائية التي تضاف للمواد الغذائية المواد المصنعة فكذلك ممنوع السكر الأبيض وليس السكرية الطبيعية التمر واللوز والزبيب والتين فهذه الأشياء نسموح بها كذلك ممنوع جميع أنواع اللحوم ممكن سامك فجيد أن يتناولوا لحم السامك فجيد لكن أن يكون سامك البحر وليس سامك الأحواض كذلك ممنوع الخبز بالتقيق الأبيض والخميرة الصناعية لأن أصحاب الأمراض المناعية الذاتية يجب أن يحافظوا على البكتيريا الصديقة لأن بكتيريا القلون هي السل في علاج الأمراض المناعية الذاتية فكذلك أن يتناولوا غذاء ملكات فهو جيد أن يتناول بعض طعام الفطور بساعتين أو ثلاث ساعات لكن أن لا يتناول على معيدة فارغة لأنه ربما يؤتل على أصحاب ارتفاع الضغط كذلك أصحاب قلب الشرايين يجب أن لا يأكلوا بالليل أن يشربوا ماء دافئ بكثرة ثم أن يشربوا الأشياء التي ممكن أن تشرب على شكل شاي أن يشربوا شاي أعشاب مثل شاي سعترة أو شاي مورينغا أو شاي زعفرة أو شاي قرفة كذلك الشاي الأخضر أو شاي زنجابيل أو شاي خولينجا فهذه الأشياء كلها مسموح بها في الليل ممكن أن يشربها أصحاب الأمراض المنعية التي وأصحاب قلب الشرايين كذلك نتكلم عن الصيام والسرطان وكيف يستفيد أصحاب السرطان من الصيام فلقد تكلمنا عن السرطان في الحلقات السابقة فأن يراجع الناس هذه الحلقات فالذين تعالجوا من الصرطان يجب أن لا يعولوا على هذا العلاج خاصة العلاج الكيماوي فيجب أن يغيروا نمط العيش ويجب أن يقطعوا مسببات الصرطان التي يتناولونها يوميا فالذين شخصوا صرطان يجب أولا أن لا يرتبكوا وأن لا يفزعوا وأن يتبتوا وأن يغيروا الأشياء التي سببت لهم صرطان أن يعرفوا أولا الأسباب التي تؤدي إلى الصرطان فأن يقطعوا هذه الأشياء فمن العوامل التي تساعد على علاج الصرطان وهي الصيام وهو عامل قوي لأن الصيام يرفع المناعة ويكبح مصدر الصرطان الصيام يحفظ الجسم ولما ترتفع المناعة يسهل العلاج فمرحلة قبل العلاج يجب أن يصوم المريض فقبل العلاج بالكيمو تيرابي يجب أن يصوم المريض لأن الصيام من العوامل التي تساعد كما قلنا على رفع المناعة وتنظف الجسم في نفس الوقت فقبل العلاج الكيموي أن يصوم الشخص وأن يهيئ نفسه للعلاج الكيموي لأن العلاج الكيموي كما تعلمون هو خاطر وعلاج تقيل فأن يمتنع الناس عن جميع المواد الصناعية هؤلاء المرضى أمرات الصرطان يجب أن يمتنعوا عن جميع المواد الصناعية من سكر وزيوت المائدة وبسكويتات وحلويات وأن يقوموا بحصة حجامة كذلك عامل الرياضة أن تكون الرياضة يوميا صباحا ومساء فبعد أول جرعة من الكيمو تيرابي فبعد ثلاثة أيام أن يصوم الشخص الناس الذين يأخذون العلاج بالكيمو تيرابي فبعد الحصة الأولى بعد مرور ثلاثة أيام عن الحصة الأولى أن يصوم هذا المريض إذا لم يقدر فأن ينتظر أسبوع إذا كانت صحات أولى تسمح بذلك فأن ينتظر أسبوع بعد العلاج بالكيمو تيرابي بعد الجرعة الأولى وأن يصوم بعدما يرتاح فأن يصوم كذلك أن يصوم بهذه الطريقة التي تكلمنا عنها تكون الصيام بطريقة صحيحة وأن يقوم برياضة ولو بمشي وأن تكون أغذية خفيفة وأن يتناول كمية قليلة من الأكل كذلك أن يستعمل المكملات التي تكلمنا عنها وهي البروبوليس وحمل أوميغا ثلاثة وغداء الملكات والبروبايوتيك هذه الأشياء لا بد تساعد أصحاب السرطان كذلك لا ينسوا الأشياء التي تشرب على شكل شاي كذلك البدرات لا بد من هذه البدرات فهي جيدة أن تكون مع الأغذية فهي جيدة أصحاب السرطان فعامل صيام عامل قوي في علاج السرطان لأنه يرفع المناعة كذلك القيام بالرياضة وتناول هذه المكملات فلا بد منها فالذين تعالجوا بالعلاج الكيموتيرابي فيجب أن لا يأمنوا أن لا يعود السرطان إليهم يجب أن ينتبهوا فكثير من الناس يقول أنه تعالج بحصص كيموتيرابي وأن الطبيب يقول له قد تعالجوا أن الورم قد اختفى فألا يغتروا وأن لا يعودوا إلى مسببات سرطان التي توجد في المواد المصنعة كذلك بعد القيام بالعلاج الكيموتيرابي أن يقوم الناس بحصة حجامة أو بحصة حجامة فلا بد منها لأن الحجامة تخفض المؤشيرات السرطانية كذلك الصيام فهو يخفض هذه المؤشيرات السرطانية ويرفع المناعة الرياضة لا بد منها لأنها تدخل الأكسيجين والخلية السرطانية لا تحب الأكسيجين فالأكسيجين يقضي على الخلية السرطانية فلا بد من القيام بالرياضة حتى التعرق إذا لم يستطع الشخص فأن يتمشى صباحا ومساءا فالجسم يتهوى بالرياضة ويصل الأكسيجين إلى جميع الخلايا كذلك أن يلتزموا بنظام ناباتي فالنظام ناباتي يصلح لهؤلاء كذلك الأشياء التي تشرب على شكل شيء كما قلنا خاصة الشاي التوابل من شاي الزنجبيل وشاي الخولينجان كذلك شاي قرفة هذه الأشياء تكون على شكل شاي فلا بد من هذه الأشياء في المساء كذلك كما قلنا البدرات الحلبة والحبة السوداء وحبوب الكتان والكزبارة واليانسون والشمراء والكاروية كل هذه الأشياء أن تكون في نظام المصابين بالسرطان أو الذين تعالجوا بالكيمو تيرابي لأن العلاج بالكيمو تيرابي له تأثيرات كذلك فهذه الأشياء تساعد على تخلص الجسم من السموم الكيمو تيرابي كذلك ترفع المناعة إذا تعالج كذلك بعض الخلايا السرطانية النائمة التي تكون في الجسم لأن كما يعلم الناس سرطان فليس هو ورم ما سمي سرطان إلا لأنه منتشر في الجسم بأكمله فأن ينتبه الناس لهذه الأشياء وأن يساعد الجسم في طرحات السموم كذلك قلنا البدرات أن تكون داخلها في النمط الغذائي أن تكون حلبة مطحونة ملعقة كبيرة تستعمل مع عاجل الخبز كذلك الحبة السوداء أن تضاف هكذا ألا تطحن تضاف للخبز تضاف لجميع الأطباق فهي جيدة فإذا توقف السرطان أن يبقى الناس تحت المراقبة وأن لا يتسرعوا فهناك من تعالج من السرطان بالطريقة التي تكلمنا عنها طريقة تقليدية بالأعشاب وغير نمط العيش وأوقف مسببة السرطان وقام بالحجامة فأولا تعالجوا بهذه الطريقة فبدون علاج كيماوي كذلك لا ينسى الناس عاصر الخضر والفواكه أن يكون عاصر الخضر طازجة فهو يساعد كثيرا على طرح السمو من الجسم فكما رأينا الصيام له دور كبير في علاج كثير من الأمراض كذلك فالصيام يرفع المناعة لأن المناعة هي السلح الذي يقاوم به الجسم جميع الأمراض وجميع الأخطار المناعة ترتفع وتنخافض فمن العوامل التي ترفع المناعة بقوة هي عامل الصيام لكن كما قلنا ذائما أن يكون صيام بطريقة صحيحة أن يصوم الناس في النهار وأن لا يكثروا الأكل في الليل وأن يتجنب الناس أولا الأشياء التي تخارب المناعة وهي الحلويات والمقليات والسكريات وزيوت المائدة كذلك الوجبات السريعة والطبخ الطرق الحديثة كذلك أن يتجنبوا جميع المواد التي تحتوي على مضافات غذائية كذلك التسيم الحيواني والكوليستيرول اكترة اللحوم واللحوم الهرمونية وأن يكون نظامهم نظام نباتي سواء كانوا صائمين في شهر رمضان أو خارج رمضان فأن يتناولوا أقل كمية من الأكل فكلما نقص الناس كمية الأكل في رمضان أو خارج رمضان كلما صاموا براحة فوجبة الفطور أن تكون وجبة بسيطة ثم أن يتوقف الناس عن الأكل في الليل في الليل كما قلنا مسموح بالسوائل في وجبة الفطور أن يكون طبيق المنزل جيد بزيت زيتون على نار هادئة ممكن أن يتناولوا طبيق في وجبة الفطور فكذلك الحركة لا بد منها لرفع الماناعة لا بد من الحركة ومن الرياضة وهو شيء مهم جدا ثم كما قلنا الأغذية أن تكون أغذية طبية أن يتناولوا أغذية بمكونات طبية وهي هذه البذلات التي تكلمنا عنها فالحلبة وحبة حلاوة والنافع والسيمسيم وحبوب الكزبارة والكاروية والينسون والشمر كل هذه الأشياء يجب أن تكون حاضرة في طعامها أولى في كل ممكن أن نضاف هذه الأشياء ممكن أن تضاف لجميع الوجبات كذلك كما قلنا أن تكون هذه الأشياء حاضرة كذلك توابل فهي جيدة والأعشاب الطبية التي تتكلمنا عنها سعتر وسالمية وعرتيشة وعطريشة واللويزة كل هذه الأشياء ممكن أن يشربها الناس فهذه الأشياء فيها مركبات فيها مكونات ومركبات قوية فالصيام يرفع المناعة فكلما أحسن الناس بالجوع كلما أنتج الجسم الخلايا الملتهمة هذه الخلايا الملتهمة هي التي تلتهي من الخلايا السرطانية كلما كان الجوع شديد ولمدة طاولة كلما أنتج الجسم هذه الخلايا بكثرة فلما لا يحس الشخص بالجوع فالجسم لا ينتج هذه الخلايا فتم الصيام يكبح ويحبس بعض تفاعلات خبيثة في الجسم التي منها تبدأ الأمراض والسرطانات جميع الأمراض تتراجع مع الصيام الأمراض المناعية الذاتية والسرطانات فلما ترتفع المناعة تتراجع جميع الأمراض والصيام عامل يرفع المناعة الصيام يعيد الجسم إلى أصله إذا لم يحس الشخص بالجوع في المناعة لا ترتفع الصيام يساعد على إنتاج الكورتيزول فيجب على الناس أن يكتشفوا معجزة الصيام في رمضان وخارج رمضان إذا أرادوا أن يتعالجوا فهناك أمراض يجب أن يصوم أصحابها منها الكوليستيرول والسمنة وارتفع الطاقت والجهاز أمراض الجهاز الهضمي والأمراض المناعية الذاتية لأن الصيام يطرح جميع السموم من الجسم فأن يصوم الناس بطريقة صحيحة ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله